السلام عليكم. الاخبار. فيديو النهاردة يا صاحب ان شاء الله هقولك ازاي تقدر تشيل الكوروما ببرنامج دافنشي. انا عارف ان انا اتأخرت عليك بالفيديو ده ولكن يعني كان فيه شوية مشاغل عندي كده. يعني قدينا عملنا الفيديو. مش هعمل فيديو للبريمير لان في ناس كتير جدا عاملوا فيديوهات انا هعملوا لدافنشي لان تقريبا محدش عربي اتكلم عنه في موضوع زيلة الكوروما يعني. فالفيديو ده هو ازالة الكوروما في برنامج دافنشي مش في يعني هتلاقي لي عشرات الفيديوهات بالعربية بتشرح ازاي تشيل الكوروما وكده ولكن دافنشي تقريبا ما فيش ولا واحد بيشرح الموضوع ده. فانا اول واحد هكون بشرح الفيديو ده. طبعا يعني غير كده ان البرنامج ده يعني اغلبية يعني تقريبا تسعين في المية من الناس اللي بتتبعني بتستخدم دافنشي فقط دي كده الاسباب اللي خليتني اعمل فيديو عن دافنشي وللاسف مش هعمل فيديو للبريمير. قبل ما نبدأ بس في حاجة محتاج اناوح عليها جدا وهي ان انت لو ما شفتش فيديو نصايح للتصوير على كوروما فارجح لك وبيشدة ان انت تشوف الفيديو ده فيديو ده هيزبط لك كزا حاجة كده في دماغك قبل ما تصور على كوروما او حاجة زي كده وكمان برضو تبقى عارف ايه اللي بيحصل في وكده لان انا شرح التارت مراحل قبل التصوير واثناء التصوير وما بعد التصوير فايوا روح شوف الفيديو ده لانه فيديو مهم تاني فيديو برضو ارجح لك ان انت تشوفه هو فيديو شرح لان ازالة الكوروما في دافنشي بتعتمد على اللي يصف حلو راية دي فلو انت ما استخدمتش قبل كده فروح شوف الفيديو ده هو فيديو اقل من ساعة ولكن مهم هيعرفك اساسية تستخدم مش في الكوروما بس لا ده في كزا حاجة فالفيديوهين دول مهمين جدا ارجح لك جدا ان ان انت لانهم هيفيدوك اسناء الشرح بتاعنا بس كده مفيش حاجة تاني خلينا نروح للشرح بتاعنا طيب بعد ما نجينا هنا على برنامج دافنشي زي ما انتو شايفين كل اللي عليك ان انت هتفتح وهتنزل تحت عند بعد كده هتشد شدها وتحطها بالشكل ده طيب هو علشان انا ما عنديش خلفية فانا هعملها في ولكن انت لو عندك خلفية جهزة فتشدها وتحطها هنا عادي جدا فانا هعمل الخلفية خلينا عملها معكم نروح لصفحة الفيوجن بالشكل ده علشان ده فهو مش موجود فيه غير احنا اللي بنعمل فالموضوع صحيح جدا هتشد بالشكل ده كده وتوصلها بالميديا بعد كده نقف على ونخليها على بالشكل ده هتلاقي ان انت عندك بقى في تدرج لوني انت بتختار لون ولون تاني فانا هحدد اللون الاسود كده وهخليه اللون الابيض العكس وبعد كده هحدد اللون ده اللي هو الابيض الحقيقي ولكن هخليه اللون اللي انا عايزه اللي هو ده على سبيل المسال بالشكل ده كده ممكن بس اخلي ده يعني ابيض باهد شوية مش لاسع بشكل ده كده بعد كده اشد النقطة دي وخليها في النص وبعدين هتروح عند وتخليها على بحس ان هي بقى شكلها ده كده بقى عندك في النص ابيض وعمل اشعة كده زرقة في الاطراف ده كده او دي كده الخلفية اللي انا عملتها بعد ما عملنا الخلفية بالشكل ده نرجع له وبعد كده نشد الكليب بتاعنا بالشكل ده كده ونخليه بطول الفيوجن كومبزيشن ولكن اهم حاجة خلي البلاي باك بتاعك على لان صفحة الفيوجن تقيلة تقيلة قوي فهتلاقيها بتكراش معك كل شوية فخليها على تلاقي الاداء معك بقى احسن بكتير بعد ما اخترنا الفيديو بتاعنا ووقفنا عليه بالشكل ده نروح عند هنلاقي ان هو بقى في بالشكل ده كده احنا عندنا الميديا اوت وعندنا الميديا ان محتاجين بس نفصل الكروما مش هنعمل الحاجة هنا غير ان احنا هنفصل الكروما فكل اللي عليك ان انت تضغط على شفت سبيس شفت سبيس ده علشان يفتح لك الصفحة دي الصفحة دي فيها كل التأسيرات اللي انت تتخيلها وما تتخيلهاش فهنا كل التأسيرات اللي احنا هنحتاجها انا مش هحتاج غير تأسير واحد اللي هو 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 ده تقف عليه وتضغط على هتلاقي ان هو اضاف معك بالشكل ده ما بين الميديا ان والميديا اوت طيب الموضوع هنخلصه بتاكتين زرار تقريبا فانت هتقف على بتاعتك وبعد كيه هتروح عند تختار اللون وبعد كيه تضغط على بعد كيه هتختار اللون الكروما اللي هو ده اللون المتوسط وتضغط على شفت بقى اعملت ازاي في ضغط بضغط واحدة بس اللي هو ده افضل تستخدمه لازالة طبعا هو فيه تأسيرات كتير لازالة الكروما ولكن ده هو افضل واحد ممكن تستخدمه فبضغط بقى بالشكل ده يعني ده كده قبل وده كده بعد ولو عملنا زوم على التفاصيل بشكل ده مفيش اطراف مفيش حواف خاضرة زي كده يعني من البرامج اللي شطرة جدا في ازالة الكروما يمكن كمان هو اشطر من في الحتة دي لان هو بيعرف يشيل الكروما بشكل كويس وبشكل ادق طيب بعد كده نرجع على بتاعنا طيب بعد ما زبطنا اللي احنا وقفين عليه احنا كده تأكدنا ان الفريم ده معمول صح زي ما انت شايف قدامك هو متزبط مية في المية صح ما فيوش اي مشكلة ولكن في حاجة ان انت بعد كده وانت بتشغل الفيديو ممكن تلاقي ان فيه فريمات فيها جلتشات او حاجة زي كده فاحنا محتاجين نعرف بشكل ادق يعني انت كده ايوة شايف النتيجة كويسة ولكن في حاجة ممكن نعملها تخلينا نشوف بشكل ادق ونعرف زكاية الكروما دي معزولة صح ولا غلط فانا هروح عند وهنزل تحت عند مات هتلاقي الصورة بقى اتماعك بالشكل ده عندك ابيض اللي هو ظاهر وعندك الاسود اللي هو تشال ولو بصنا تحت هتلاقي ان الاسود عندنا مش افضل حاجة فاحنا محتاجين نزبط الاسود انا عن نفسي مش هلعب في اللون اللي انا اخترته انا هروح عند مات وهبدأ العب في الكلين والكلين باك جراوند لو بدأت ازود في الكلين باك جراوند هلاقي ان هي بدأت تختفي ولو شفنا الكلين فور جراوند هلاقي ان انا لما كنت مقللها كانت في الجنب ده كده مش افضل حاجة فانا لما زودتها بقت بالشكل ده كده بقت احسن يعني بكتير ولكن برضو الحتة السودة فيها بعض الاخطاء فانا هرجع بقى للكي علشان انا ابدأ اشوف لو في اخطاء او حاجة زي كده ابدأ ازبطها فانا دلوقتي ممكن اسرع الحتة دي ابدأ ازبط بس في الريد والجرين والبلوب بحيس ان انا اخد افضل تحديد للون انا مفروض اختاره من اللون الاخضر ككل يعني طيب هو في الاول كان عامل كده فانا قللت الاخضر شوية فبقت بالشكل ده كده الكروما كلين جدا ما فيهاش اي مشكلة الشعر متحدد بشكل كويس مع مرور كده كده الاضاء سابتة فما فيهاش اي مشكلة طيب احنا كده زي الفلو لكن فيه خطوة صغيرة قوي هنعملها الخطوة دي هي ان احنا هنعمل زوم ونشوف الاطراف هل الاطراف دي معمولة بشكل كويس نعمة ولا حدة مقصوصة قص مفروض يبقى فيه تنعيم في الاطراف بتاعتك ديسم بحيس ان هي ما يبانش او ان هي شكلها فيك يعني ايوة هي في الاخر هبان انها فيك ولكن احنا عايزينها بشكل كويس فانا هختار مرة تانية بحيس ان انا ابص على الاطراف فانا الاطراف شايفها كويس فلو الاطراف عندك فيها لون اخضر او مش افضل حاجة فانت ممكن تعلي بالشكل ده هتلاقي ان بقى فيه عندك شادو ابيض بحيس ان هو بقى يعني يديك شوية عزل عن الخلفية فانا ممكن اعلي السيكة يعني حاجة قليلة جدا اه كده مسلا هو النتيجة مش باينة ولكن انا حاسس انها هتفرق ولو برضو الاطراف عندك حدة بالشكل ده فممكن تقلل الجين يعني لما بتقلل الجين الاطراف برضو يعني بتزيد نعومة كده شوية فانا هسيب الجين زي ما هو انا شايف ان النتيجة كده كويسة جدا مش محتاجة حاجة ده كده قبل وده كده بعد مش ان الكوروما طيب فين بقى الخلفية مش باينة ليه هتبان لما ترجع بالشكل ده كده الخلفية بقى بباينة معنا بالمنظر ده كده طبعا يعني انت لو شايف كويس جدا مفيش اي مشكلة ممكن نعلق بحيس انت تشوفها بالكواليتي الكاملة ده كده الكواليتي الكامل بتاعها طبعا انت زي ما قلت في فيديو التصوير على الكوروما او نصيح التصوير على كوروما كل ما الكواليتي تبقى اعلى كل ما العزل بقى احسن يعني رجح لك بشدة ان انت تشوف الفيديو ده لو ما شفتوش روح شوفه هتستفد كتير اثناء التصوير واثناء المنتاج يعني في كم نصيحة كده كنا قلناهم في الفيديو التاني طيب حتى الان النتيجة اللي احنا اخدناها كويسة جدا التفاصيل ممتازة اكتر من رائعة كل حاجة تمام اه يعني الحواف مزبوطة صح كل الدنيا زي الفل مفيش بس غير حاجة واحدة وهي المسورة الغلسة دي يعني انا تعمدت ان انا صارها في الفريم بتاعي بحس ان انت لو بتصور على كوروما وحجم الكوروما دي وانت عايز تشيل حاجة فتبقى عارف تشيلها ازاي طيب انت دلوقتي يوقف على الكليب بتاعك اللي فيه المسورة الغلسة بتاعتنا دي وتنزل تحت عند ودلوقتي احنا كده ده ناحية اليمين فتروح عند وتبدأ تشد في شوية تلاقي ان انت بقى عملت كده او قطعت الكليب بتاعك من ناحية اليمين شوية لو برضو الموضوع من ناحية الشمال فقطعه من الشمال لو من فوق كده فانت كيب تقطع من فوق لو من تحت زي ما تشوف بقى ولو برضو عايز تعلي الفزر يعني لو عمالت كده كده كروب لما بتعلق بيبقى في نعومة في القطعة بتاعتك انا مش عليها انا هسيبها زي ما هي بشكلها كده انا زبطت الدنيا كلها فاضل بس حاجة واحدة وهي تصحيح الالوان يعني كده النتيجة ممتازة ولكن ممكن نخليها اكتر واقعية بحيث ان احنا نروح عند ونبدأ نزبط في الالوان بحيث ان هي تبقى معمول لها مع الخلفية فانا كل اللي انا هعمله ومش كتير هروح بس عند وهبدأ اود ناحية اللون الازرق اللي هو ناحية اللون ده حاجة بسيطة جدا كده مسا وده كده قبل وده كده بعد ودته كده يعني حاجة بساطة قوي بعد كده تروح عند وتروح عند وبعد كده تشد الكيرف ده كده لتحت وتطلع ده كده بحس ان انت دي الحتة المظلمة يعني الحتة المظلمة قبل من نعمل كان فيها لون احنا عاديت نشيله اللون منها فانا قللت بتاع الحتة المظلمة فده كده النتيجة انها ايا معنا ده كده قبل وده كده بعد ممكن خطوة كمان تروح عند وتحدده وتبدأ تزبط في بتاعك شوية كده مسلا النتيجة كويسة شويتين ممكن نقلل بس كده بوم انت كده خلصت كل حاجة عملت ازالة لكرومة بافضل تأثير ممكن تستخدمه تأثير جميل جدا من ضغط الزرار كل حاجة بتتشال آآ قدرت تزبط الحاجات اللي انت مش عايزها تقدر تشيلها وتعملها كروب قدرت تعمل تعديل الوان للفيديو بتاعك بحس نوعي ماتش مع البيجراوند فبس كده ده كده كان شرح بتاعنا في الفيديو ده اخيرا لو عاجزك الفيديو ما تنساش تعملي لايك وما تنساش تشترك في القناة لو انت لسه ما اشتركتش ولو عندك اي استفسار انسي كتب لي استفسار بتاعك تحت في كومنت واخيرا ما تنساش تسابعني على الانستجرام هناك بشارك حاجات بخصوص الفيديوهات وايه حياة الشخصية فعلا يعني اتشرفني متابعتك على الانستجرام ويا بس كده ان شاء الله اشوفكم في الفيديو اللي جاي السلام عليكم